انخفاض في قيمة الدينار أمام الدولار انعكس سلبا على معيشة العراقيين بشكل واضح في الشهر الثلاثة الأخيرة حيث أدى إلى زيادة أسعار المواد الضرورية والغذائية منها على وجه الخصوص لا سيما وأن أكثر من 90% من البضائع الاستهلاكية في السوق المحلية مستوردة من الخارج وكانت حكومة الكاظمي قد رفعت نهاية العام الماضي سعر صرف الدولار من 1200 إلى نحو 1450 دينارا بهدف تقليص الفجوة بين الوالدات بالعملة الصعبة من بيع النفط وما تنفقه على الموازنة التشغيلية إذ يبيع العراق نفطا بما يوازي 4 تريليونات دينار شهريا وهو رقم لا يكفي لدفع رواتب الموظفين البالغة نحو 6 تريليونات دينار شهريا النائب علي البديري قال إن مساعي الخروج من الأزمة المالية عبر رفع قيمة الدولار مقابل الدينار أوقع البلاد في أزمة ثانية وهي تدهور القوة الشرائية للمواطنين متهما للحكومة بالتسبب بذلك عبر سياساتها المالية ويؤكد خبراء أن العراقيين يعانون أصلا من مشكلات اقتصادية كبيرة منذ بدء تفشي فيروس كورونا بسبب انهيار أسعار النفط لكن الحكومة التي لم تستطع حل مشاكل ملايين الفقراء أدخلت 5 ملايين موظف على خط الأزمة لتقف عاجزة عن توفير السلع الأساسية بأسعار تناسب دخل المواطن وأعلن صندوق النقد الدولي مؤخرا أن اقتصاد العراق انكمش بنسبة 11% العام الماضي مؤكدا أهمية محاربة الفساد في المؤسسات العامة وإعادة هيكلة المصارف الحكومية الضخمة لخلق استقرار مالي وتطوير وتنمية القطاع الخاص وذكر الصندوق أن الاضطرابات والتشنجات السياسية التي تسبق الانتخابات البرلمانية تجدد فترات عدم الاستقرار التي يعيشها العراق خطة حكومية يعلن عنها بين الحين والآخر لحل مشاكل متجذرة خلفتها سياسات الفساد وسوء الإدارة ليبقى المواطن في دوامة أزمات تتناوب عليه أو تجتمع أحيانا لتحيل حياته جحيما تسعره تلك الخطط الفاشلة بدلا من أن تطفئ شيئا من لضاه